اشتركوا في القناة وخاصة على استماتة النظام الحالي في تجاهل ضرورات التغيير التي أصبحت تتنامى وتكثر أصوات كثيرة ومتعددة من شتى طيف المجتمع المدني والهيئات السياسية والمنظمات السياسية التي أصبحت تقر اليوم علنا بل تطالب بكل ما تملك من وسائل بضرورة التغيير الجذري للوضع القائم ذلك أن الكل يدرك خطورة الوضع الذي آلت إليه الجزائر ولا سمح الله قد تزيد حتى في الأشهر أو السنوات القليلة المقبلة في وضع متأزم يهدد كيان الدولة الجزائرية وعلى كل رد النظام بعد هذه المهزة الانتخابية وكأنه حتى من ناحيته غير واضحت له المعالم هذه المرحلة المقبلة حيث أن حرصه وعمله وجهده كان فقط للبقاء في السلطة وهذه كنا نقولها تكرارا أن هذا النظام ما عندوش نظرة مستقبلية للجزائر فلذلك رأيناه أنه جعل كل الوسائل في وسعه في الآوينة الأخيرة في هذا الست أشهر الماضية خاصة قبل الانتخابات وحتى وصولا إلى ما سماها انتخابات عنده هدف استراتيجي واحد هو أنه يمسك بزمام السلطة مهما كلف الثمن ومهما كانت الوسائل والصراعات التي أحدثها ظاهرا في طياته وكذلك تلاعبه حقيقة وعدم اكتراثه بالإرادة الشعبية اليوم بعد هذا المرحلة النظام يعود إلى ما كان وعد به ابو تفليقة منذ 2011 بأنه يريد أن يدخل الجزائر مرة أخرى في مرحلة تعديل الدستور طبعا في عدة آراء فيه نقاش على المستوى الداخلي والسلطة تحبذ ذلك حول هذه القضية وأحببنا اليوم معكم في هذه الجلسة أن نتكلم على مفهوم هذا الدستور على أشياء تاريخية على معالم لا بد للمواطن أن يعيها سواء من حيث المبدأ من حيث التعريف تعدى ساتير ودورها في البلدان والمجتمعات وممارسات النظام الحالي وما كان ينبغي عليه أن تحذوه الجزائر من مسعى لوضع الدستور حقيقي يضمن الاستمرار العادي والكلي للدولة الجزائرية ويؤسس لمنظومة توضح وهذا هو الهدف الأساسي من كل دستور علاقة الحاكم بالمحكوم استقلالية المؤسسات عن بعضها البعض طرق تسيير الدولة الجزائرية إلى غير ذلك فإذا حتى نخوض في هذا الموضوع لدينا هذا العرض أولا لا بد أن نتكلم بوضوح يعني الدستور ما هي مكانته وهو ما هو وضعه بين السلطة والشعب نعرف أن الدولة طبعا لها أرض لها شعب لها مكونات لها تاريخ ولها دائما شعب والسلطة تحكمه هذا هو النمط الذي يسير عليه البشر منذ آلاف السنين أو عشرات الآلاف أو أكثر من ذلك المشكلة تكون دائما في تعريف هذا الشعب ودوره في هذا الدولة وكذلك طبيعة السلطة من أين أتت هذه السلطة؟ ما هي شرعيتها إن كانت لها شرعية؟ ما هي علاقتها بالشعب؟ هل هي سلطة حقيقة تمثل هذا الشعب أم لا؟ هل هي من بني جلدة هذا الشعب أم أنها سلطة أتت من خارجه إلى غير ذلك؟ فالدستور عادة يخوض في هذه المسائل ويجعلها مقننة موضحة حيث أنه سواء بالنسبة للشعب أو الرأي العام كما يعرف عموما أو بالنسبة لأولئك الذين يكونون في السلطة مهما كانت الطريقة التي أتوا بها والتي من المفروض أن يحددها الدستور بكل وضوح ويجعل لها مقاسا ويجعل لها شروطا ويجعل لها كذلك إجراءات للتأكد من احترام هذا المقاس فما هو هذا الدستور؟ أولا السؤال الأول الذي يطرح هو هل نحتاج حقيقة إلى دستور؟ قد يبدو السؤال غريب لكن هذه الأسئلة طرحت وما زالت قائمة في عدد من البلدان في عدد من الحالات أولا أنه القاعدة الأولى نجد أن نعرفها أنه ليست كل الدول وفي كل العصور كان عندها دستير هناك حتى حالات أنه بحكم الدستور يعطل الدستور أصلا في حالة مثل حالة استثناء حالة الطوارئ وهذا مقنن حقيقة في الدستور فإذن الدستور حتى وإن كان موجودا قد يحمل في طياته شروطا وآليات تجعل ممنهم في سدة الحكم يمكنهم تعطيل الدستور لماذا؟ لأن الدستور مثلا يضمن حريات يضمن حقوق وفي حالات استثنائية حتى وإذا كان نظام ديمقراطي يمثل الشعب حقيقة يتعذر أو يصبح فيه مخاطر لأزمة تمر بالبلاد لحروب مثلا لأزمات خطيرة يعتل الدستور ولكن هناك عبر العصور دول عاشت قرون بدون دستير وعاشت وكانت دول لها أحكامها إلى غير ذلك إلى يومنا هذا حتى يكون المواطن عارف الوضع ممكن أن نقول أن الأغلبية الساحقة للدول في العالم لها دستور نقص الدستور مكتوب في وثيقة أو مرات عدد من الوثائق لكنه مكتوب واعتمد بطريقة ما هذا ممكن سنأخذ فيه كيف يعتمد الدستور إلا أن هناك حالات شذة فهناك بعض الدول وليست من الدول التي يستهان بها مثلا بريطانيا كندا نيوزيلندا دولة الكيان الصهيوني إسرائيل ليس لها دستورا مكتوب يعني دستور مكتوب فيه دستور المملكة البريطانية أو دستور دولة إسرائيل بحيث أنك تجد وثيقة فيها المادة واحدة إلى غير ذلك لكن لهم طريقة أخرى وهذا له أسباب تاريخية تخص هذه البلدان تجعل أن هناك دستور يسمى عرفي قائم على عدد من قرارات لهيئات لها السلطة العليا في الدولة معنى ذلك في بريطانيا مثلا هناك البرلمان هناك كذلك مزل الشيوغ نتكلم عن البرلمان له خصوصيته هو الذي يقر ما يشاء ومتى شاء وكيف شاء ودون أن يتقيد بدستور في ممارسة عمله بل أنه يقرر وكل ما يقرره البرلمان هو نافذ ساري المفعول أي أن هذه الدول تعطي البرلمان مكانة كبيرة جدا لأننا نعرف أن في دستور أخرى ممكننا نتكلم عن الدستور الجزائري البرلمان له من حيث التقنيم قيود طبعا في الجزائر هو له أكثر وأقبح من ذلك أنه حتى الدستور اللي وضعه في الجزائر لا يحترم وسأعطهم أمثلة حيث البرلمان في الجزائر يعني هي غرفة للتسجيل وللتسفيق ونعطي أمثلة لكن في دول قوية ونقولها بكل أسف يعني دولة إسرائيل دولة قوية يعني أحببنا ونكرهنا القوة كلها تكمن في قرارات البرلمان فإذا قرر البرلمان أمرا ما قانون انتخابات قانون عزل أو تعيين سلطة معينة تسيير القضاء إلا غير ذلك فهو الذي يقرر بمحض إرادته دون أن يتقيد بما يسمى دستور حيث أنه ليس هناك دستور مكتوب لكن تبقى هذه حالة شاذة ولها أسباب تاريخية كذلك يعني لم تنبع من فراغ إلا أنه الأغلبية الساحقة إن لم نكن يعني 99% من الدول لها دساتير وتوضع هذه الدساتير على يعني بعض الأنماط وسنتكلم منها ماذا تعالى هذه الدساتير هذه بعض أسئلة سوف نرىها في الأشكال المقبلة أولا ما هي أهم بنود الدستور حتى يكون المواطن يعرف لأننا إخواني نحن دايما يريد النظام القائم والسلطة أن يجعل الدستور لهدف واحد رح نتكلم عليه فيما بعد ولكن الهدف من الدستور هو أولا أن يعرفه المواطن بتفاصيله خاصة في بنوده الهامة وأن لا يترك أحدا يتجرأ أو يجرأ على خرق الدستور وخروقات الدستور عندنا في جزائر دائما سأعطي أمتنا كذلك أنه لا بد أن يعرف المواطن من من الذي يسوق الدستور هذا إذا كان عنده هذه الأهمية وهذا المكان ماذا يديرنا الدستور هل أنا جزائري أنتظر حتى يجيبوا تفليقة يوم يقول دير الدستور لنعدل وكل بلد له آلياته لكن هناك آليات مقبولة تدل على جدية على شفافية على احترام خيار الشعب وهناك آليات إن صح التعبير أخرى لا ترقى إلى هذه المتطلبات ولذلك نتكلم اليوم بالنسبة إلينا في جزائر إلى أن هناك إشكالية في الجزائر حول مفهوم الدستور هناك إشكالية سنبينها وبعد ذلك نحاول أن نعطي وجهة نظرنا نحن في حركة رشاد حول بعض الدلائل أو بعض المسوّغات التي تمكننا إن شاء الله إلى تصور حل هذه المعظلة ولا ندعي طبعا أن لدينا حل في علبة واجد فقط إنسان يأخذه ويجعله هذا غير ممكن ولأسباب حتى تعود إلى طريقة بلورة هذا المشروع على الدستور ولا يعقل أن يكون هذا الأمر جاهز في علبة ويقدمه للناس ويفرض عليهم حيث أن الدستور لا يمكن أن يفرض أصلا فإذا قلنا أن معظم الدول لها دستور يطرح علينا السؤال في الجزائر هل نحتاج إلى دستور نحتاج أولا أنه في التاريخ الجزائر الدولة الحديثة التي بدأت ممكن أن نرجعها إلى قبيل الاستقلال حتى نأخذ معلم تاريخي وإن كان هذا لا يعني أن الدولة الجزائرية كانت منعدمة تماما من قبل عند الاستقلال قلنا أنه الجزائر بدأت من فراغ ووضع الدستور أول في ظروف كان يعني لها حيثيات غريبة نتكلم عليها إن شاء الله ثم جاء انقلاب بومدي وعطل الدستور قال ما نحتاج الدستور أنا في مرحلة يعني غير عادية ف كما قلت من قبل عدم وجود الدستور في مرحلة معينة ليس عيبا ليس عيبا بل كما قلت وكما يظهر الشكل هناك دول ليس لها دستور وتسير لكن طبعا الأصل أن يكون لنا دستور كذلك هناك أمر لا بد أن ننتبه إليه في تاريخ الدول أن التعديل المتكرر والذي يأتي في بعض سنوات ممكن من أربعة أو خمس سنوات ويتكرر هذا فيه دلالة على عدم الاستقرار والأزمات أو على انحراف اللي نسموه وضع الدستور على المقاس والجزائر رح نعطي بعض بعض جدول نشوف فيه الدستور التي وضعت وكأحسن مثال اللي نسميها دستور على المقاس هو التعديل اللي نعتبره في حركة رشاد خارقا للدستور الجزائري أصلا اللي يقع في سنة الفين وثمانية حيث فرض بوتفليقة وحاشيته حذف يعني القيد الذي كان موجود في الدستور الجزائري الذي يحدد العهدات الرئاسية إلى اثنين فكان هذا دستور على المقاس بوتفليقة عدد الدستور ما وش لمصلحة الشاعب باش هو يبقى في الكرسي تنكون واضحين فكثرة التعديلات وهذه التعديلات التي تكون على المقاس أو نامية من الأزامات هذا وش ميبين الأمر أن البلاد ميش مسقرة وعندها مشاكل أو عندها استبداد وكعلى سبيل المثال فيه دول أخرى الدستير تدوم عشرات السنين إلا ما يكون أكثر دستور أكبر دولة في العالم أمريكا أولا قصير فيه سبع مواد ثم فيه السبع وعشرين ما يسموه amendments يعني التعديلات الدستورية التي جاءت لتؤكد بعض الأمور كحقوق فردية المواطنين غير ذلك لأن أصلا الدستور وضع في أمريكا لتنظيم الدولة الجديدة في أمريكا التي تضم دول صغيرة يعني هذه الدولات التي تكون أمريكا ثم هذا يعني نهاية القارن الثامن عشر ما صرحت تعديلات كثيرة يعني مواد قليلة شيء ثابت ولذلك أثبتت قوته وكيف يعني تمكنت هذه الدولة وهذا من مظاهر قوة المؤسسات في الدولة لأن الدستور الأصل لا يتعدلش كثير لأنه سنعطي التعريف أنه يدل على حقيقة الشعب وآماله العميقة المتجذرة وليس أمر آني يتلاعب به خيارات مصرية لشعب ما في دولة ما توضع في الدستور أما التفاصيل فهذه تبقى للتقنين للتشريع بالطرق الديمقراطية عبر البرلمان مثلا الأمر الآخر اليوم ظهر يعني خاصة للدول اللي نسميها فاتية وطبعا نقول فاتية يعني ما نتكلم على يعني السن الدول اللي هو عشرات السنين أو أكثر وكذلك للدولة المدنية الحديثة أو التي تحول فيها أصبح فيها تحول جذري لطبيعة النظام مثلا من ملكية أصبحت جمهورية أو وضحت لنظام طاغي أو ما إلى غيره هناك حقيقة تأتي مرحلة لوضع الدستور أو مراجعته أساسا وعلى كل حال النتيجة التي نراها في حركة رشاد واللي يكاد يقول عليها أجمع أن الدول اللي كما دول نحن وجود دستور هذا أمر ضروري فهذا أول جواب على السؤال لكنا طلعنا هل نحتاج دستور نعم في دولة كما الجزائر نحتاج إلى دستور حقيقة لأنه لا بد أن ينظم أولا دولة فاتية دولة صغيرة مع الناج تقاليد طويلة اللي كما كنت كلمت على بريطانيا لم تعتمد دستورا لعمق هذه الدول عبر القرون ولتقاليد وأعراف التي ترسخت عفوا ترسخت في المجتمع حتى أصبحت يعني لا يجرى أحدا أن يعبث بها وحتى في دول أخرى محترمة بعد ثورات بعد أزمات نعرف كم مثلا فرنسا جاءت الدستير التي وضعت وعدلت بعد الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر إلى غير دي فبالنسبة لنا هذا النتيجة الأولى أنه لا بد لنا في الجزائر من دستور ولذلك أن الدستور في هذه العبارة التي تعتبر أكثر من الخبراء أن الدستور هو مرآة تعكس الروح الوطنية وهذا العبارة إخواننا لا بد أن نحملها في أذهاننا لماذا نقول أن الدستور يعكس المرآة الوطنية أولا أنه ليس فعل شخص أو فئة إنما هو يدل على إجماع الوطن إجماع المواطنين وإجماع كذلك يدل على الروح التي حقيقة يحملها آلامهم وآمالهم وتطلعاتهم ومن أكثر هذه الأمور أهمية كرامتهم وحريتهم فإذا كان دستور دولة ما لا يكرس ولا يكون مرآة للروح الوطنية هذا ليس بدستور هذا عبث في حق الشعب هذا يعني ماكياج كما يقول تجميل لوضع ما وليس دستور فلا ننسى هذه العبارة إذا كان هذا الدستور ما يكرس حريتنا كمواطنين عزتنا كرامتنا استقلالنا غيرتنا على وطننا على شعبنا على عائلاتنا على أرضنا على مكوناتنا فهذا ليس دستور يعكس حقيقة آلام وآمال هذه الأمة كذلك الأشياء التي كثيرا ما تقع في الدول المتخلفة أنها أولي فيها استبداد التخلف هنا نتكلم عليه ليس بالشيء المادي الحضاري مثلا وكذا يعني البنيان لا يعني ما يجيش وحد يعني يعبث بينه والله الجزائر دولة رأي بدات طريق صيار الأهل لماذا هذه معاني الحضار معاني الحضار هي دوام الدولة هي استنفار شعبها لوقوفه أمام أي تهديد هي الغيرة لعند الشعب وعند المواطنين على حريتهم وعلى كرامتهم وعلى عزتهم هي الرقابة التي يمارسها المواطنون على من يحكمهم حتى لا يزيغوا فلذلك أن بعد ما يوضع الدستور أكبر امتحان لأي دولة عندما يوضع الدستور هي مدى قدرة الشعب ومؤسسات المنتخبة أن تجعل كل القوانين متلائمة حقيقة مع الدستور وفي هذا المضمار أريد أن أعطي مثال الذي يبين المواطن حنا في الجزائر هذا البند هذا يعني يتم خرقه ليلة نهار وأخذ مثال واحد الدستور الجزائري حتى يعني لا ننتقده عموما وكلية ما فيش عيوب كثيرة ما فيش يعني فيه دستور يتكلم على أشياء نبيلة على أشياء يعني لها أهمية بالنسبة لكرامة وحقوق المواطن في بنوده الأغلبية الساحقة ما فيش إشكال طبعا جات هذا التعديد الأخيرة فتح العهدات هذه مادة صغيرة ممكن تعدل لكن عموما مواد محترمة لكن الإشكال ماذا يقع أن الدستور يختلف عن القانون ولذلك أننا نجي دائما في الدستور يقول الحرية مضمونة للمواطنين في كذا وكذا ثم وتوضع القوانين التي يسميها قوانين عضوية التي تقنن ممارسة هذه الحريات وهنا مربط الفارس هنا مربط الفارس في الدولة المستبدة تجعل شعارات لا تحتارمها في الجزائر مثلا حرية العمل السياسي والعمل الجماعي والحريات الفاردية مكفولة دستوريا يعني أنا كجزائري ما يقدر لا الديارس لا بوتفليقاء لا أصحاب رباب الأموال لا أيا كان وأي طائفة كانت أنها تمنعني من مارسة حق السياسي حق السياسي ما معنى؟ أكون حزب يكون عندي برنامج لحزب أطمح إلى أن أكون في السلطة أطمح إلى أن أقدم برنامج لهذا الشعب ولا واحد يقدر يمنعني قانونا بحكم الدستور لكن عندما نجي نشوف القانون العضوي الذي تضعه من البرلمان والسلطة التنفيذية في الجزائر المفروض أنا قلت شيء مفروض من مواطن يقبلهاش البرلمان جعلت السلطة التنفيذية عليه إنه مش برلمان تشريع له الحرية للأسف عندنا برلمان وضعت له قيود فيه من باع همته وفيه من هو يعني مغلوب على أمره ما يقدر يدير والو فالقوانين هي جاية حقيقة من السلطة التنفيذية الحقيقية فعندما نشوف هذه القوانين اللي توضع اللي في الأصل توضع لتقنين لوضع أمور إدارية تقنية ما الجيش تفرض قيود على الحريات فاليوم من الذي يمنع حق الممارسة السياسية هو الجهاز التنفيذي هو وزير الداخلية كين جي أنا مواطن يقول له حب ندير حزل آه يقول يجيب ملف آه سنة ندرس أنت لا 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 أنت أنت ما تقدرش تدير حزل لا لا يشعر الدستور رأيك فلي لا لأن الوضع كذا والدولة ترى أنك أنت لا يتصلح فهذا أول خرق فهذا أول خرق للدستور فلذلك هذا النقطة الأخيرة أيها الإخوة هي مربط الفرس أنه لا بد أن تتلاءم حقيقة القوانين التي توضع في الجمهورية مع روح الدستور وإلا فلا معنى للدستور وحد يجيب يقول ماذا نضمن هذا؟ آه كيف نضمن؟ عندما يكون المواطن له الجرأة في عدم السكوت عن حقه ولذلك أنه بعض الدول فالدستور الجزائري ما فيه بعض الدول تجعل صراحة أنه إذا رأى الشعب أن السلطة التنفيذية تجاوزت حدود صلاحيتها وأنها هي التي تقف في وجه الدستور جاز له أن يثور عليها وأن ينزع هذه السلطة يثور نحي هذه السلطة يعني تخترق الدستور تخترق الحقوق والحريات الأساسية للمواطن الآن إذا تكلمنا على هذه الأمور وش يكون فيها الدستور أهم البنود أولا هو يتكلم على الشعب يقول أن هذا الدستور يهم الشعب الجزائري والدولة ما هي الدولة هل هي ملكية هل هي كذا هي كذا هي جمهورية في الجزائر هل لها طابع هل هي طابع رئاسي هذا الدستور عرفاننا هل السياسي يحكم في العسكرية والعكس المفروض يقولها صراحة كذلك يعبر بكل صراحة عن الحقوق والحريات على المواطنين التي هي أساس أي دولة بحيث أن إذا ما فقدت ما بقيتش دولة لأن أساس الدولة هي شعبها أول طروة للدولة هي الشعب ثم يبين كذلك الواجبات على المواطنين بحيث أن يتكلم عن القوانين على العدالة إلى غير ذلك على أن المواطن يدافع عن وطنه يدافع عن كرامة بلده يحتارن بلده إلى غير ذلك كذلك يبين لنا ما هي السلطات ونعرف أننا في النظام الديمقراطي عن نثل السلطات السلطة التنفيذية السلطة القضائية والسلطة التشريعية كذلك وهذا هام جدا يبين لنا ما هي آليات الرقابة كيفاش أنا مواطن نقدر عبر آليات وعبر سلطات أو مؤسسات في الدولة أراقب كل من تسلد له مهمة سواء كان برلماني كان في الجيش كان هو رأس الدياريس كان هو رئيس الجمهورية رئيس الوزير الأول إلى غير ذلك الدستور يبين هذه الآليات كيف نحاكم من منزاخ كيف نعزل منزاخ إلى غير ذلك هذه هي أهم البنود اللي يجي فيها الدستور الآن الدستور من الذي يسوقه إذا كانت السلطة هي فقط اللي تسوق الدستور يعني يجي سلطة بانقلاب أو بوضع ما ورثت السلطة إلى غير ذلك ملك أنا ما أدري أنا مثلا في بلاد فيها ملك هو يجي يقترح الدستور عادة ما أقولش دائما هذا التبرير للاستبداد كيف أن هذا الحاكم يجعل يعني يبين بلي عنده جمهورية عنده دستور عنده ملكية دستورية إلى غير ذلك يجعل بعض القوانين والبنود الرفرافة والرنانة وكذا وكذا ويجعل له ما يشاء من تشريعات اللي تفتح له كل الأبواب ويقول عندي دستور هو يقرر مع الحاشي ينتعو ويمررها باستفتاء وشفنا بعض الدول يعني حديثا وقديما اللي مشات في هذا المسار وهذا له هدف واحد هو التبرير الاستبداد بارك باش ماجيش ومن بعد اللي يجي يتكلم آه يقول هذا رخال في الدستور ده للسجن هذا قتلوه هذا ضربوا عنقه آه كيف لكن الصيغة التي تكون لها قيمة من حيث المبدأ هي أن تكون صيغة توافقية بين من بين أفراد الشعب لأن الشعب هذا لازم يكون حوار كبير مفصل لما ننسوش هذا كالتعبير لأن الدستور هو مرآة مرآة لروح الشعب فلذلك لازم تكون فيها صيغة توافقية نتكلم مع المواطنين ممكن يختلفوا في أشياء يتكلموا بناتهم بكل صراحة من الأشياء اللي فيها إشكاليات وعبر مشاورات حقيقية وموسعة وحتى أعطي مثال باش ميقولون اشانا نتكلم فقط في النظري اليوم في دولة إفريقية باش نحنش نتكلم مع الدول المتطورة يقول آه راكم انتم تكلموا عن السويد وهذه الدول لها تقاليد والشعب واعي ومتطور وعنده إمكانات وكذا لا تكلموا على دول اللي تسير في مسار يعترف له أنه مسار حقيقة سليم دولة إفريقية غانا غانا دولة في إفريقيا وقعت فيها صراعات سياسية كغيرها من الدول وفي سنة 2008 جاء رئيس اسمه جون ميلز على رأس غانا سنة 2008 وظهر حقيقة الوضع السياسي طبعا اختصر المسار هنا في السرد الوقائع وظهر أنه لا بد من إعادة سياغة الدستور عندهم مشكلة السياسية أول شي عمله طبعا دار لجنة اللي راح تدرس كيفاش يتم هذا التعديل الدستور المسار اللي داره هذا جون ميلز وهذا اللي اعطاه دفع وزخم لهذا المسار أنه أسس لجنة وجعل وأشرق في هذه اللجنة كل يعني التيارات في الوطن وحتى التيارات معروفة بمعارضتها الشديدة والمبدئية للنظام شخصيات محترمة ومختلفة من الأطياف كلها وقالهم أنتم مع ناس معلش من السلطة راح يم بكل استقلالية لكم هذه المهمة باش تدرسوا قضية تعديل الدستور فالنقطة اللولة إشراك كل الأطياف بدون إقصاء هذا عطى مصداقية كبيرة للمسار لماذا لأن الناس كل هذا يدير الدستور وأنا مواطن مهما كان فكري يسار لايك إسلام واش حبيت تسميني أنا راح مقصي أنا علاش مان مواطن إما أنا مباشرة أو لمن ينوب عني واحد ترفو به فكان هذا الشيء طال وزخم واش عملت هذا اللجنة نظمت لقاءات يعني مطولة مع كل الأوساط الشعبية في لقاءات شعبية وتطرح كل الإشكالات وكما تظهر هذا الشكل وصلت يعني الاقتراحات أعداد هائلة واحد يقول حتى فيه مبالغ أكثر من 80 ألف مقترح للدستور كل واحد وشي يقول مع ليش نحن الدور هذا اللجنة نكتب نحترم المواطن واحد يقول لازم لكذا لحلو كذا لازم الدستور يكون فيه كذا مع كل اقتراح يكتب هذا احترام المواطن وكانت مشاركة مواطنية واسعة دالة على مشاورة حقيقية والآن هذه اللجنة في طور تنقيح هذه الاقتراحات إلا أنه فيه من الناس من قالوا الله كان هذا مسار طويل ويعاب عليها أنه مسار طويل لكن على الأقل كانت لهم ميزة ديمقراطية وشفافية واحترام كل آراء المواطنين والمسار ماشي وهو في الأطوار الأخيرة من تنفيذه فإذن الدرس اللول لنخذه المشاركة الواسعة وعدم الإقصاء وهنا نحن كنجي نشوف ما يجري هذه الأيام في الجزائر أرى نبعاد من هذا المسار نبعاد يعني مع كل احتراماتنا عندما يجيبوا تفليقة ويجعل ويحيا ويلم حول أصحاب الحاشية وأصحاب المنافع والانتفاع إلى غير ذلك هذا مستحيل يكون فيه إرادة سياسية حقيقية لأخذ رأي الجزائرين وإشراكهم بطريقة حقيقية في سياغة أهم وثيقة بالنسبة للدولة الجزائرية الإشكالية الجزائرية مهلة فتعقيمنا على الكلام أولا عدم مشاورات المجتمع دائما نفرض أشياء من الفوق وتكون كما سموه على المقاس وكما ذكرت قبل المادة 176 من الدستور الجزائري تقول أنه في حالة ما إذا تمس التوازنات الأساسية للدولة الجزائرية لابد من استفتاء وش عمل ناسي بوتفلقة في 2008 ساكت ساكت في نوفمبر بعد الأشهر قبل الاتخابات الرئاسية طبعا عدد تاعه الثاني راح تنتهي مفروض ما يقدرش يترشح أجمع البرلمانين والبرلمان نحن الجزائرين عارفوا كفش مكون مجلس الأمة فيها أصلا الثلث تاعه ويديرهم بوتفليقة يعني وبنفسه أجمعهم وقالهم نحولي هذا المادة لتحدد العهدات وخلوا لي يفتحوا لي فوتوها برنا غرفة التسجيل وكان من المفروض أن في هذا الشي اللي مستحس بالدستور الجزائري القائم أنا ذاك دستور 96 المادة 71 176 تقول أنه إذا مست التوازنة الأساسية للدولة لابد من استفتاح شعبي بوتفليقة ضربها عارف حائط هو قرر ولا أحد يتكلم فهذا إذن على المقاس هذا المشكال التعني الأول في الدستور الجزائري كذلك الشي اللي كنت قلته من قبل أنه حتى يندير دستور ودائما كنسته لمرحلة التشريع لبرلمان وللمرسوم الرئاسي لأن نحن الآن أصباح بوتفليقة ينتظر بركة تنتهي تغلق الفترة تعد دورة البرلمان يجيب المرسوم لأن هذا الدستور مجعل هكذا وإن كان فيه انتهاك لأن حتى عندما الدستور الجزائري الحالي وشيقول عندما يكون بين الدورات البرلمان إذا ما شرع بوتفليقة بمرسوم إذا جات الدورة فيما بعد لابد أن يعرض على البرلمان والبرلمان ممكن يلغي هذا المرسوم ما سمعناش بهذه أبدا في الجزائري هذا الدستور الجزائري ينتهي للنهار فلذلك أن القوانين التي توضع قليلا ما تتماشى مع روح الدستور وكنت أعطيت مثال على الحقوق السياسية للمواطنين وكيف أن رغم أن الدستور يعطي كل مواطن حق التجمع السياسي إلا أنه يأتي وزير الداخلية ويمن على من يشاء ويرفض من يشاء في الوقت اللي يحب وكما يحب ولا واحد يوقفه عند حده هذه أهم مشاكل الإشكالية الجزائرية أما نذكر بالتاريخ الدستور الجزائرية ما ننساوش إخواننا باللي الدستور الأول اللي فرض ندار في قاعة سينيما وكان وقتها بنبلة بعد ما يعني وصلوا فرحات عباس اللي هو من الشخصيات السياسية المحترمة في تاريخ الجزائر يأس من هذا المسار وأعطالهم كما يقول تابهم وقال المخطوني فأجاب بل لو درنا دستور على المقاس 63 يعني يعطل هذا الدستور في 65 ثم جات 76 وفي الحقيقة حتى ينسان يكون عادل وجي لي يعني هنا كنا يعني أطفال صغار أنا ذا كنا في المدرسة شفنا حتى 76 شهادا له كان في حوارات موسعة وقتها كان على الميثاق الوطني والدستور يعني الشيء اللي رانما كانه تقهقر ذاك الوقت كان بومدين طبعا عنده نظام فيه استبداد فيه تسلط وكذا لكن خلى الناس تكلمت وقتها كانت في كل قاعات في المدن في القرى الناس يتلاقعوا كل واحده وشيقول كان فيه شبه من مشاركة شعبية الدستور اللي جات من بعد رأي مذكورة إلى أن جاء هذا الدستور 2008 والذي نعتبره حقيقة من بين التعديلات اللي وقعت في هذا منذ دستور 89 اللي كان حقيقة قفزة نوعية كبيرة إلى الأمام بحيث هو اللي يفتح التعدد الحزبية الحريات إلى ذلك دستور 96 دخل في واحد المتاهات الإيديولوجية أنه لا يمكن تأسيس حزب على أساس ديني وطائفي بدون ما يحدد معنى ذلك ما يحدد لأن فيه أشياء مقبولة مثلا أن يقول الدستور أنه لا يمكن مثلا استعمال دور العبادة المساجد لغيرك في إطار حزبي هذا شيء مليح مش ميجيش حزب يتسلط على مسجد لكن يمنع المرجعية مثلا الدينية على أي أساس دول متقدمة متحضرة فيها أحزاب ديمقراطية مسيحية أليش تمنعني أنا أنا أن أقدم برنامج يستوحي روحه من الدين أو من شيء آخر أو من فلسفة هذا فكر لكن عنده كذلك دستور 96 دخلنا في متها أخرى اللي هي زادنا نسميها متها أسس لمجلس الأمة هذا مجلس الأمة نحن تكلم عنه لكن حقيقة لا نرى له ضرورة مجلس الأمة يجعل في بعض الدول اللي هي عندها مكونات عرقية مختلفة للتوازن بين الدولات في نظام فيدرالي حتى يضمن توازن أو لها خلفية تاريخية في بريطانيا مثلا حيث أن معظمهم من الذين من عائلات كانت لها يعني شأن و يعني مكانة في البلد أو لهم علاقة بالكنيسة الإنجليزية أما نحن في الجزائر يعني ما نحتاج لهذا الشيء وإن كان ولابد أنه ما يديروا ناش في مجلس الدستور ناش يعينهم الرئيس الثلث معليش نقدر نديره مجلس أمة يمثل الولايات حتى يكون فيه تمثيل من المناطق إلا غير ذلك ولا تتمصر المناطق التي هي عندها عدد قليل من السكان مثلا نحب أن يكون تمثيل حقيقة لمناطق الجنوب أو مناطق ما أنا مادري أمازيغية معينة وكذا معليش هذا مليح حتى تحترم ولا تنسى حقوقها لكن المجلس الأمة وكأنه وضع أداة في في يد الرئيس وكانت الطامة كما قلت أقبح أنا أرى أقبح تعديل هو 2008 يعني أبو بتفليقة داروا لغارضه واحد باش يفتح العهدات بما لا نهاية له ومنذ 2011 إلى يومنا هذا رأنا في مدوى جزر نديروا ما نديروا وش نديروا ما نديروا ورأنا اليوم نتظروا وشي منع لنا ويحيى واسحابه وطبعا هذا ما صار مرفوض تماما من الغيورين على وطنهم ورشاد يعني ترفضه تماما لأن المنطلق باطل وما يكون أسس على باطل سيكون باطل وتعديل الدستور عادة كي يبين الشكل حتى نكون صراحة يكون فيه تداخل بين مصالح فيه مصالح عندما نديروا دستور فيه مصالح فيه مصالح أفراد مصالح خاصة هذا اللون الأزرق هل تكون مصالح نعم فيه مصالح خاصة فيه من اللي يكون في السلطة ماذا به يدير باش يديرها على المقاس تاعه وهذا حتى في الدول المتقدمة فيه مصالح أحزاب فيه أحزاب تريد أن تجعل المقاس معين باش تضمن تمثيلها باش تنظم تضمن مويولها الإيديولوجي مثلا ها يجينا مثلا الحزب دات وجه إسلامه هو يحاول يفرض مثلا مادة باللي الأساس التقنين واسمعون لي حذ مثلا نعطيها مش معنى ننتقده باش نبيننا أن فيه مصالح قد تكون مصالح محترمة لكنها مصالح حزبية يجي مثلا يقول لك أن نلغي أي مرجعية على الشريعة في القوانين ولا يجي العكس حزب دائما يقول لك لازم الدستور يقول أن المصدر الوحيد للتشريع هو الشريعة هالي تبقى مصالح حزبية كذلك أنه فيه في الأخير مصلحة الشعب اللي هي لو كانت الأمور كانت النيات كما يقولوا دائما صافية مصالح السلطة ولا مصالح الأحزاب تصب في مصالح الشعب لكن لازم يكونوا وعيين أنهم مرات في حالات تأتي ضغوط ومحاولات تخدم مصالح خاصة أصحاب أرباب الأموال أصحاب اللي رأي في السلطة أصحاب جهاز المخابرات يجعل نظام دستوري باش يضمن مصالح خاصة وهذا فيه التداخل التداخل والتدافع ما هو شعيب لازم فقط يكون يندير بصراحة ويطرح على الملأ حتى يناقش نقطة نقطة معليش تطرح هذه المصالح لكن أن يجعل هذا المصار في مصار شفاف ويمكن للشعب يقول لا ما نقبلش أنا هذا الشي وإن كنت تدير أرسو لابد في لي قحب تفوت هذا أنا ما نقبلوش كذلك هناك ضوابط أولا لا بد أن في أي تعديل دستوري النقطة الأولى اللي هامة هي إدراج كل الأصوات السياسية والاجتماعية نقابات توجهات فكرية توجهات ممكن عرقية توجهات لغوية توجهات إيديولوجية كل الناس لازم تدلي براية وإذا تم إقصاء ماهوش دستور تعيش ما مش معنا راح نقبل كلش في هذا الدستور لكن على الأقل كل واحد يدلي بصوته وفي الأخير إذا ما اخترنا شيء على شيء كشعب عن دراية ونقولوا والله مقبل ناس أنا ما أدري هذا اللغة كلغة رسمية تناقشنا وتكلمنا وكان فيه طرح لكل إشكال لهذه الأسباب لكن موش يجي يفرض شيء من الفوق منا كما في دستور اللي جعله بدفليقة قبل ألفين واثنين قال الأمازيغية لغة وطنية نحن ما نجدد مرحبا على الراس والعين وفرحنا بها لكن الطريقة لديرها كأنه منه وفضل من عنده مش حوار في المجتمع وش معناها وكذا وما زلنا لي ومش معنا لغة وطنية ولغة رسمية وكل واحد أول إلى غير ذلك كذلك لابد يكون في هذا الوسط تعال الكلام المستفيد كذا أنه يكون التسامح بين الأطراف وجهات النظر المختلفة والمصالح المتباينة ما عليش تكون مصالح لكن نطرحها بشفافية كذلك يكون شفافية عمل التعدين نكونوا عارفين كل شيء ما ترح على الطاولة ما كاش حاجة تجينا في آخر وقت في قاعة سينيما كما دار بن بلا وكذلك مشاركة مباشرة للمواطنين أو من ينبو عنهم ثم يبنى توافق نلقاو أرضية بناتنا نحن جزائرين في آخر المطال لازم نلقاو توافق سيخة قال هذا والحد الأدنى يا أخويا لازم تفقوا عليه بالسيف علينا لنعيش مع بعض وعايشين مع بعض ورانا أبنات بلد واحد وأمة واحد اليوم هل من حل أولا الشيء يجب أن نطرحه اليوم هل هذا التعديل اللي يجبون أبو تفليقة على أساس أنه منا وشي تقدم هل هو حق أولوية المرحلة الآن ممكن الأولوية ماشي في تعديل الدستور وأنا مانيش نعطي في حكم الآن لكن لازم نطرح هذا السؤال بكل شفافية ربما نصل كشعب ولا نقول شوف هذا الدستور مع عيوب وخلي نخوضه فيه بعد سنتين وثلاث لكن الأولوية هي كذا وكذا إذن هل التعديل أولوية ثانيا لابد أن نوسع كما قلت المشاورة لكل الناس ونبذ هذا المفهوم تعالي المقاس هذا اللي هلكنا احنا في بلدان يجي كل واحد يديره وشي حب على حسب المرسوم تعالي فلذلك أن هذا المفهوم تعالي الناس هو على أساس أن يشارك كل المواطنون يعني مش معناه هذه يجب أن نفهومها بالعكس ما يجيش واحد يبقى في ركنة وحدة يقول يا وديها سمعنا كنسي توني غدوة ممكن طائفة من إخواننا من بلاد في منطقة التوارق ولا في فئة معينة من المواطنين لتوجه سياسي معين ولا ناس يقول لك يعني عندهم توجه ماركسي يجي واحد يقول لهم لا أنتم ما كانش ما تشاركوش لا ليش ما لازمش واحد يقصى كذلك كان الأحسن أن يتم هذا التعديل عبر ما يسمى بهيئة أسيسية يعني المواطنين يتشعروا يتكلموا في نقاش حوار مستدين في دوارات طويلة عبر المجتمع ثم ممكن يقولوا والله ننتخب هيئة أسيسية بكل حريتنا ننتخب عدد من الممثلين اللي هما راح يأخذوا الوقت لأنه فيه جهد في التقنين فيه جهد في التفكير فيه جهد في صبر الآراء وهذا لا بد الناس يكون عندهم كفاءة ووقت ويتفرقوا لهذا الشيء ويكون يفضي ذلك إلا ما يسمى في يعني العلم السياسة بمرحلة انتقالية راح نفوتوا إلى مرحلة أخرى بالنسبة للدولة الجزائرية الإشكالات في الدستور اللي راح تطرح علينا حقيقة فيه أولا طبيعة النظام في الجزائر حابين يكون برلماني هل نحتاجه وحنا رئيس على بلك ما نديروش وزير أول وخلاص أنا أطرح أسئلة هذا موش توصيف ولا فرض إذا كان الجزائرين يعني بعد تشاور رأوا النظام الرئيسي أحسن معليش كذلك إشكالية ممارسة البرلمان حقيقة لمهامه لأن اليوم نشوف وراء عنا برلمان عنا قائم وقصر وكذا لكن سفر ما يسن قوانين ما يراقب ما بينما الدستور يعطيها همية مثلا في في المادة أظن تسعين إذا ما خافت نشت ذاكرة من الدستور الجزائري فيه توضح بنود صلاحيات البرلمان ومنها بكل وضوح أنه يرسم سياسة ويراقب الجيش الوطني الشعبي بالله عليكم يعني كان جزائري يصدق هذا الكلام اليوم البرلمان هو يراقب الجيش الجزائري ورى هذا البرلمان قد يقول هذا الخطأ من البرلمانيين صحيح الخطأ منهم إنه كان يقول حقيقة أنتم البرلمانيون مارسوا دوركم وإذا أتمص عليكم الواحد اعتصموا وديروا ويضرب عن الطعام وخرجوا الشعب معاكم حتى يتمارس حقوقكم لكن اليوم عندنا برلمان في الدستور الجزائري له صلاحيات لكن في الواقع حبر على ورق ولذلك أنه دوره للمراقبة للمحاسبة أين هو دوره في مراقبة كل المؤسسات الوزارات الرئاسة الجيش الهيئات المحلية الولايات أين هو أصلا مجلس المحاسبة لأكور دي كونت ورا هي هذه المؤسسات المال ينهب ليلة نهار ولكذلك أنه لا بد أن يكون في حرص وهنا جعلت خط تحت الحريات الجماعية ما يجي حتى واحد مهما كان في الرئاسة بوتفليقة ولا أين كان ولا الدياراسة ين كان يفرض علي قيود على حريات الجماعية نحب ندير نقابة يقول لي لا أنت ما عندك شخص حق وش تكون أنت بشتمنعني وش تكون ندير رغم أنفك ولا ندير حزب فهذه الأشياء الأساسية كذلك هذا مجلس الأمة اللي ثلث التاع ويعين الرئيس نحتاج وحنا في الجزائر الأرجح أنهم لا حاجة لنا به يكفينا برلمان قوي يمارش صلاحياته وإذا كان لابد من مجلس أمه وكما قلت توازنة جهاوية وكذا يعاد النظر أساسا على أنه مش يصبح خدمة ثانية وأخرى للسلطة ولا للرئيس لكن حقيقة يكون يعكس هذا التنوع اللي هو حقيقة شيء في غنى ويثري المجتمع الجزائري وكذلك نرغب أن يتكلم كذلك الدستور الجزائري عن مفهومة لا مركزية لحيث أن نحن من طامات الدولة الجزائرية اليوم أن كل شيء عند الدياراس ولا عند مدفلقة وكل ما هو محلي كما يقول عنا في العامية خضراء وقعشاء ولا آدات لهذه السلطة المركزية المستبدة كل شيء يقرر عند الوالي اللي هو أدات وسيلة تعدية رأس ولا تعدية الرئاسة اللا مركزية لا بد أن تعطي المجال للهيئات المنتخبة المحلية قوة كبيرة في تسيير شؤون المواطنين يلا هي كل 90% من شؤون المواطنين تهم هذه الأمور المواطنين المحلية قضية الصحة قضية التعليم قضية الأمن قضية الصحة العمومية كما قلت قضية السكن ما هو قضية لي راح يفصل فيها واحد سكن في قصر المرادية أو كذا لا أعطي حرية لهذه الهيئات اللامركزية فهذه هي بعض البنود الرئيسية وإحنا عارفين أنه للأسف للأسف أن النظام الحالي ما عندوش الجرأة وما عندوش الصدق مع شعبه بش يطرح هذه الإشكالات فلذلك إحنا حبينا نعطوه هذا التصورات حتى يكون المواطن على بينا من أمره في هذا الأمر الهام والحقيقة المصيري بالنسبة للدولة والشعب الجزائري وللأسف ليس هذا والخط الذي راح ماشي فيه النظام الحالي وهذا سبب إضافي الذي يجعل أننا نحن كمواطنين نلح على المطالبة بالتغيير الجذري لطبيعة هذا النظام لنسعوله كمواطنين أحرار حتى يكون الدستور حقيقة مرآة للروح الوطنية الجزائرية بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة